مشاريع قوانين عديدة ناقشها البرلمان الموريتاني خلال دورته المنصرمة نال الجانب الحقوقي منها بعض النصيب حيث صودق على مشروع قانون حول محاربة الاسترقاق واعتباره جريمة ضد الإنسانية وآخر حول مناهضة التعذيب وثالث يخص المساعدة القضائية وهي قوانين اعتبرها وزير العدل الموريتاني خلال مثوله أمام نواب الجمعية الوطنية استمرارا لسياسة الدولة الساعية إلى تكريس الحقوق وحمايتها والحفاظ على وحدة ولحمة المجتمع كما صادق البرلمان كذلك على مشروع قانون يعدل ميزانية 2015 وآخر يتعلق بالوظيفة العمومية وتنظيم وتسيير العاملين فيها وناقش النواب كذلك قانون يُعنى بمعاقبة بائعي ومستوردي ومستخدمي الأكياس البلاستيكية المرنة ومشاريع قوانين أخرى عديدة تشمل مجالات مختلفة ومتنوعة الدورة البرلمانية الاستثنائية كان على جدول أعمالها 30 مشروع قانون لكن بعضها لم يتم نقاشه وأجل إلى حين عقاد الدورة المقبلة وعلى عكس دورة البرلمانية السابقة فإن الدورة الأخيرة لم يشبه الكثير من التشنج والنقاش الحاد والعراك بالأيدي بين النواب كما حصل في الدورة السالفة لكن الدورتين اشتركت في حجم حضور النواب الذي اختلف من جلسة لأخرى وإن اتسم بالقلة في الغالب الأعم وقد افتتحت الدورة كما اختتمت بمرسوم رئاسي وأجلت بعض مشاريع قوانينها إلى الدورة المرتقبة شهر أكتوبر المقبل ترجمة نانسي قنقر